بلا طول سيري واتساب فيديو أنت كما أنت 71-106-111 شارك في الحلقة صوت وصورة الفقرة الأولى لليوم هي تحية لرجل اختار أنه يعيش بصمت ويرحل بصمت التحية لفؤاد عواد اللي رحل نهاية الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر 73 سنة جيل الثمانينات بيعرف فؤاد عواد من خلال شخصية فارس ابن فارس اللي قدمها على التلفزيون لبناني سنة 1982 بمسلسل من كتابة مروان نجار شخصية فارس ضربت بكل المأييس شغلت الكبار والصغار أثارت الجدل جعلت من فؤاد عواد نجم خلت أكلة القبلمة أشهر أكلي على التلفزيون لبناني بالثمانينات ومعه كمان خلت للحمار يصير في غنية موسيقى صحبي معنا ليسم معنا أحلى غماني أحلى أشعار هلأ بدنا نسمع وهلأ بدنا نسمع بدنا نسمع المرّه الأخمار راح عند البيطار قال له عندي خفر نافر بقلو مسمع المرّه الحمار يببلي باب راح عند البيطار قال له عندي خفر نافر بقلو مسمع قال له بيت دق فيانو ومعه بيحر دق يببلي باب كل ما أأخذ ورا اللبية وعل حفر ديلي طمطا ترومطنطا طاقا 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 طوقه أكل وكان بت دوقه طاقا 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 طوقه أكل وكان بت دوamba حبك متل عنزوها زوها ختنعنازيه طاقا 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 طي هالمرة الأحمر فارس كان أجمل أسوأ شيء قدموا التلفزيون بلبنان ببداية الأثمانينات هالشخصية اللي لعبها فؤاد عواد على التلفزيون مرة وعلى المسرح مرتين كان ممكن يحولها إلى استثمار تجاري رابح ولكن هو ما كان مهتم بالشهرة والمال وإنما كان مهتم بالعود ترك فؤاد عواد فارس ابن فارس للذاكرة وغاص بورشة تحديث الموسيقى العربية ووضع منهاج أكاديمي لتعليم آلة العود موسيقى 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 بين قائد الأوركسترا والمجدد الرائد بالموسيقى المشرقية العربية وبين شخصية فارس الكوميدية عاش فؤاد عواد بسلام وبحب وبثورة قال مرة أدافع عن الموسيقى العربية كما أدافع عن بيتي وعن وطني ورح أمضي كل معركتي ولو بقيت وحيد بوقتها كانت هوية لبنان العربية محور حرب أهلية لفؤاد عواد تحية مننا جميعا على أنغام أغنية لحنى لماجد الرومي موسيقى 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 شعبك في الريح شعبك واقف في الريح واقف شعبك في الريح والفجر لوانه لوانه تلاويح من طو جديد فجر جديد وملكي كله توسيح يا حبيب يا حبيب يا وطني طبعا من بين مئات أو عشرات الأغاني اخترنا هالأغنية تحية لفؤاد عواد فؤاد عواد الأب والرجل والموسيقى والممثل عن هالشخصيات كلها بصرنا استقبل أسيدة نادين عواد داغر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سهلا وأيضا بيستقبل الأستاذ الموسيقى كمان أميل عواد أهلا وسهلا فيك أهلا بارك أول شيء تعزينا الحارة لألكن حبينا اليوم نعمل سوى التحية لولدكن بعرف بالعزة ببداية الأسبوع كان مناسبة لأكتار من المحبين والأصدقاء القدامة يجل عندكم ويعيشوا معكم ذكرى رجل حبوه واحترموه هو ممثل هزلة على التليفزيون وهو وحامل هم الموسيقى المشرقية العربية نادين خلينا بلش من عندك شو بيبقى اليوم من ذكرى الوالد بقلبيك في كتير بالقلب هلأ رح جرب ما أحكي كتير عن القلب بتعريف هلأ باللي عم بتقوله تذكرت كلمة قالي إياها بالعزة الأب الدكتور اللي كسر ويني قال لي بيك عشر أشخاص بشخص وعم بيحكي لأنه ويكبه بالكتب وبالقصص اللي صدرت وبيعرف كل شي تقريبا عنه فاللي قاله هيدا صحيح لما قل لك عشر أشخاص بشخص من الناحية العلمية والأكاديمية ومن ناحية القلب يعني كوالد كمان عشر أشخاص بشخص نعم بشو أكتر شي بتتذكري بتعريف بكل الأشياء اللي عم نمرق فيها هلأ بيضل مسيطر جو الفرح بالرغم من كل شي هلأ اشتياء بس بيضل جو الفرح مسيطر بيضل روح المرحة بيضل عم شوف فؤاد عواد يلي ظاهر من القودة وجايه على السالون في شي بده يقري لنا ياه في مقدمة عملها في نظريات بده يحكينا عنها في أميل بخبرك تذكرناها من يومين بيكون عم يحلق بيجي بقول هاي شخصية جديدة أو هاي دي ممكن ضيفة بالمسرحية أو احكي فيها مروان نجار بالمسلسل يعني هاي اشيان احنا وصغار فهلأ مثل الفيلم عم بيرجع كل شي هيك بسرعة كتير بس فيه فرح يعني فيه فيه صور حلوة فيه نشاط فيه عمل فيه جهد ما فيه كسل ما فيه ما فيه ولا يوم قال عندي غسيل كلا أو عندي سكري أو فيه عطول أمل وفيه فا حبينا انه نخلي هالصورة وكيف تعامل مع المرض ومع الموت يعني بكتير ايجابية من اول يوم طلع فيه على جلسة غسيل الكلا احنا قلنا اكيد رح تكون كتير سعبة عليه لان كان اذا عامل قريب يعني مصيبة كتير كبيرة بيطلع وبيرجع بيقول شفت شاب عمره 24 سنة عم بيعمل غسيل كلا بقول كتر خير الله انا هلأ بدي اعتبر طلعت عالتقاعد وعنده وظيفة جديدة فبلش يوظف كل شي عنده يعني شو بده يعمل شو الشغل اللي بده يعملو بها الاربع ساعات بالجلسة ولا يوم كان في ولا يوم بدون نبيلها كان فيه نأ او يبكي على الوضع ابدا ابدا يعني وهيدا سعادنا كتير هيدا حولنا حياتنا لفرح كيف حضر حاله على الموت هلأ عم بكتشف اشي يمكن اميل والماما عارفين فيها ما خبروني عنها بكتير سلام بكتير تنظيم بكتير عارف شو بده وباخر يوم يوم الجمعة الماضي مثل هلأ يعني من بعد الظهر لساعة عشرة ونصب الليل كل شي صار بالتفصيل بيجي وقتهم نحكي عنهم اذا بدك تكتبوا مشهد لفيلم سينما بالاخر اكيد بتقول مبالغ فيه خلينا نخزق ونعمل شي واقعة اكتر كان شي مش معقول هالسلام اللي عنده ياه كيف حضرني كيف حضر ابني على التليفان وطلب منه يعزف له معزوفة على البيانو وكيف القصص كانت محضرة ومجهزة وشفته وقال لي لشو تعذبتي قال لي للماما كيف بديك فيك عكل شي عملتي معي يعني عم بقلك بتقول مبالغ فيه بس كل هيدا الشي خلق لنا نوع من سلام لانه هو غادر بسلام وغادر بهدوء غادر بقل له شغلة لاميل هلا ااميل بيقلك عنا من جمعتين نعم انت كنت معه اكتر هالفترة يعني مريفو كل الفترة شو قال لك هيك عمت عمت حجال لنا دين انت عمت حجال بأي مرحلة عمت حكين عن قصة الكيف بينام اه باخر مرحلة لانه صار الجسم مبقى عم بيلبه يعني النظر وتنميل والمشي صار صعب وستر بقال لي اذا نمت وما عم بقدر برمج لتين نهار بحس خلصت الحياة صار صارت مطرة هيدا المرحلة عم بحكيك اخر جمعة انه عندهم شريع ومحضر فيه يعني هو كمان غير كل شي بيعمل وكمان بيرسم يعني بحب البنتور فانا كنت اه مصور بمحل منظر طبيعي كتير كتير عجب وقال لي بدي بدي ارسمه حضرنا حضرنا التوال وكل شي وكان هيدا المشروع انه هلا خلال هالجمعة تانية يعني بدو يبلد بدو يباشر فيها مقال لي ايدي ما ما بقى ايدي اليمين ما بقى عم بتطواني يعني لحتى ليشتغل وهيكي بس اه بس حسيته يعني بس حس بهالقصص اكتر قال لي اذا ما عمناه مبرمج لتين نهار فحتكون صعبة حتكون صفة نطرة فانا مواكبه من انا وصغير لهلأ يعني لانهار الجمعة جمعة الماضي بكل المرحلة بس هلقد زلمي منتج يعني هلقد عنده انتجات فكرية على جميع الصعود ما بيحسسك انه غيب يعني هلقد ترك لي ورشي بعد قد اللي اطعت عم نشوف هلأ بعتقد من لوحاته نعم طبعا هو قبل المرض بالثمانينات اتقرر يترك التليفزيون واتجه الى الاكاديميا وإلى اذا بدك تطوير المناهج الموسيقى العربية والمشرقية ومن كتبه نظريات الموسيقى الغربية والعربية المشرقية شادي الالحان وكان عنده كلهم هدول كذا جزء وقواعد العزف على العود كتاب السول فاجل اول ازرق اول واحد نعم اول واحد هدول كلها بتأسس يعني ل كونسيرفاتوار نعم ولوضع لتحديث الموسيقى العربية ووضع الى جانب الموسيقى العالمية من حيث القواعد والقوانين هلشي مرة يعني هو اختار هالحياة هلشي مرة حسيت انه ندم او انه كان بفضل الحياة الاسهل كانت الحياة يعني الوقت بالحياة ما عم بيكفي لعمل كلهاو مش ما ندمع شي بالعكس هو شخص درس بالكونسيرفاتوار بمرحلة في قصص كانت من يحول لي محلات فيه فيه جابس يعني في قصص بده بده تطوير بده تعديل بده انه ترجع ينظر الى بغير من غير منظر بغير طريقة يعني ترجع يتفكر فيها عن جديد فكان عنده هيدا الهاجس انه ليش الموسيقى الغربية هالقد كل شي فيها منظم وكل شي بمحله صح وبالموسيقى الشرقية كان فيه الضعطة يعني فمن هالمنطلق هيدا بلش وكانت يعني المناهج هاودي اللي عملوا ما اجوا هيك يعني براشوتاي بمحل اجوا من وراء خبر التعليم يعني يختبر مع التلميذ شو الانسب شو اللي بيوصل اكتر شو اللي بيفيد التلميذ اكتر بعدين يوضع على المنهج فمش انهيك هاودي اخدوا معظم حياته يعني اللي خلصوا وخلصوا يعني الطبع طبعا الكتاب النظريات خلص بالالفين واثناش اما البقيين كنا عم نشتغل عليه ونخلصوا من كام شهر فانا كنت عم بالنسبة له شو كانوا هالكتب لان هو كمان فيهم ببعض منهجوا تحدى يعني الاجماع العربي على تعليم الموسيقى ان كان بالقاهرة او بدم يعني على الصعيد العربي الاتفاقات اللي صارت على كيف يعلم العود او يعني تدون الموسيقى العربية هو اجا وعمل اذا بدك ثورة داخلية او معارضة هو اكتر شي هيدا بكتاب النظريات اللي وضع فيه شون عمل بمؤتمر الف وتسعمية ومؤتمر القاهرة الف وتسعمية وثنين وثلاثين وهو طرح قصص جديدة تجددية تحديثية ايه بما يخص بما يختص بالمقامات الشرقية واعادة تسميتها اه كان في ناس كتير حبه في كتير ناس كمان كانت معارضة او حتى الكتابة يعني من الشمال اليمين هيدا بالكتاب الشدي الالحان اللي هو تعليم الغناء ففات عكس السير حتى اللي معمول قبل وقلنا بمحال كنا عم 12 عنوية اذا بننطر المؤتمرات طبعا المؤتمرات الموسيقية اللي بيعملوها فيمكن بعد تاخد لها ما بعرف قداش تعطي دي رح يجي وقت رح يجي وقت والعالم رح تكتشف هالكتب وتقول اوه شو تأخرنا مثلا في ناس قراد اكتشفت في ناس شافت وعرفت شو عامل وفي ناس بعد عم تكتشف في ناس يمكن تكتشف المستقبل فهو عطى وجهة نظره ما نطر مين بده يعتمد مين ما بده يعتمد وجد اللي بده يوجده بهو دي الكتب وبعد تاريخ هو بيحكي لقدام ممكن الناس توافق ممكن تعارض هو كان من هالنوع يعني ما فرض شي على حدا هو بيترك عطول التاريخ والتجربة هي اللي بتحكم وبهالمسيرة اللي هي يعني الاكاديمية دايما صعبة سألتك بشوي هال ندم لانه ترك التلفزيون مش ندم بس بيقول بعد يمكن كان عنده كتير يعملوا بالتلفزيون خاصة انه نحن الكل هم نحكيه عن مسلسل هيك ربونا بفارس و 13 حلقة هاو اللي هلا فايقين لهم نحنا والمسرحي تاني الصبي وين بده يروح وفارس والصبايا اكيد كان بعض عنده كتير يعطيه بس متل ما قلتلك الحياة انه اخر شي منهار عندك 24 ساعة هو ما بيوقف يعني ما من تنين للاحد عطول في شي وما تنسى انه كل هذا عمل كمان خلال الحرب يعني منهم كانوا عايشين ببلد فيه سلام كان وفي عنده عائلة وفي عنده هو كان موظف سابق بالجمارك يعني وكان شو كتير شي كان يعصبوا على التلفزيون الرخص بالقصص الاسترخاص بعول العالم او بزوء العالم يقولوا ليه انه الجمهور هيك بده يعني ما الجمهور مش هيك اموله الاحسن حيحب لها او حتى بالاغنة اللي سمعنيها من فارس يعني اغنية الحمار او هبا ادي كانت باروديعة ايه بس حتى بتحس فيها انه فيها مقام بتحس فيها ايه وعنده ملودي بكل شي يعني ما هي اغنية اللي قطعتوها تقاطيقه يعني هي هاي دي كانت باروديعة اغاني المطاعم بس كمان حفزت معنا هي هاي دي اللي بروان نجار يعني بيقول هاي دي من اكتر القصص الغريبة انه لما تعمل شي لتتمسخر او لتنتقد وبصير ريه يعني بصيره العالم حبين وهي دي يعني احيانا لما يعني لانه ما حدا بيقدر يلقى الجمهور احيانا بيلحظة بيحب شغلة ما بتفهمي ليش ما بتفهمي كيف انت بيزعجيك انه يعني كيف تحب والدك يذكر اكتر بالجانب الهزلة او بالجانب الاكاديمي وخاصة انه هالشخصية التمثيلية هي صحيح انه مربوطة بجيل بس انه فيها ترجع تعيش مع جيل تاني اذا يعني لقيتو شي طريقة لا ترجع وتعيش هو انا بحب انه كل جانب من يعني كل شي عمله ينعتى حقه واكتر شي الالحان يعني اليوم الحصة الكبيرة كانت للفنانة مشلين خليفة يلي بوجهه لتحية هي وزوجة توني اللي كانوا معنا كل الوقت من جمعة الحصة الكبيرة هود الالحان الرائعين ومن اروعهم ارض الحلم يلي هني وعم بينقلوهم اللي كنيسة وكان هيدا مقطع بالاغنية كتير يأثر فيه يعني وقتها لحن وبتذكر قدي بكينا ورجعنا بكينا جماعة الماضي لم ارضى قصرا في الدنيا بدلا عن مقوى صغير اللي فيها للأب سيمو يوسف عسيف فبحب انه يتدوى على هالالحان بحب انه يتغنوا بحب انه يتدرسوا في كتير نواحي يتدوى عليها وما في شك انه الكوميديا بحياته مهمة كتير ويمكن هيدا انا اخدت عاطق على نفسي انه يدوى عليها بالمرحلة الادماء على طريقتي من طبعا هو من تلاميذه بالعود في جيل من الموسيقيين اللبنانيين وبركة على رأسهم الموسيقي اللبناني شربل روحانة اللي معنا هلأ باتصال مساء الخير استاذ شربل ومساء لضيوفك العزيزين على قلبي شكرا كيف تحب تتذكر فؤاد عواد الليلي عن استاذ فؤاد بداية عزيزي بتأسف انه انا ما قدرت شوفه لا استاذ فؤاد اخر سنين يعني اخر سنتين ثلاثة وخصوصي انه كان عم يخطر عباري بشكل كتير اوي اخر شهرين كان بدي يزوروا وقدم له كتاب العود الجديد اللي عملته بس للأسف يعني ما قدرت تودعه الحقيقة يمكن تعطينا دروس من خلال الموت بس بيسعدني وبيشرفني وبيعزيني اني بيوم لليام كنت تلميزه درست مع العود لمدة 4 سنين يعني من سنة الـ 82 لسنة الـ 86 وبعتقد انه هالفترة كانت من اهم المراحل بحياتي الاكاديمية وخصوصي بقلة العود انا كنت من اول كلميزه درست على المنهج الجديد يلي كان عامله بوقتها منهج متطور في كتير من التفاصيل كتير مهمة للعزيف يعني ومع الوقت ما كان عم بيحكي اميل يعني كان يختبر فينا كان يكتب لنا مقطعات جديدة لنجربها يرجع بعدين يعتمدها ويحطها بكتب مش العكس يعني بحبه عن الاستيس فؤاد انه من اللحظة ما فتت فيها على صفه حسيت حاليا قدام شخصية موسيقية اكاديمية كبيرة مع انه يعني كنت ناطر شوف صراحة شخصية فارس ابن فارس واساسا كتار من اصحابي اللي قللي شو بدك تستفيد مع فارس ابن امه هدي المسلسل يلي اشتغل كتير في ذيك الفترة يعني بس استيس فؤاد اتضح انه قدر يجمع بشخصيته الجدية والمراحل مشان هاي كنا ننطر مناطرة يجي صف العود يعني كان بالنسبة لهذه متعة حقيقية نعم شكرا شكرا لك يعطيك الف عافية كمان يعني بحب اقول انه الى جانب يعني اعماله في براسيده ايضا موسيقى تصورية كتبها العدد من الاعمال التليفزيونية اللبنانية والعالق الشهرة هو مسلسل احلى بيوت براس بيروت خلينا نتذكر وسوا محرود كتير اي حظه كبير يلي بيفوت عها البيت بيت من احلى بيوت راس بيوت اخباره رانيه كله فرحه وهنيه وحيطانه محميه بيعطي وحنيه وبالارانيه بيعشش الطموح بهالحله وهالروح هوني الحلم مسموح بيت من احلى بيوت راس بيوت احزوه كتير يحسه كتير يلي بيفوت عها البيت بيت من احلى بيوت راس بيروت راس بيروت طبعا هيدا اللحن جيل التسعينيات ما في ينسيه ابدا واللي اتفاجأت في اليوم انه بصوتك ما كنت عارف انه انت غنيتي مع هالالحان ومع ذكرياتكم اكيد يعني ذكره فوق دعوات رح تضل حي ومروى النجار اكيد يلي هو الخي والرفيق كل هالاعمال مع فقد عوات الله يطول بعمره شكرا للكم وتعزين الحرة كمان مرة ننتقل علي في عنا كتير ناس عم تسأل كيف فيها ترجع تحضر مسلسل فارس ابن ام فارس خصوصا انه شكله ما فيه على اليوتيوب بحلقات كاملة يعني الفكرة اللي قدرت تفكر فيها انا مأكد انه بركة تلفزيون لبنان بيكون عنده الارشيف يعني ممكن تواصل مع تلفزيون لبنان وطلب هيدا المسلسل وتحديدا اليوم كتحية للفنان الكبير فؤاد عوات طلبنا من الممثل المسرحي والفنان جو ديح انه يبعث لنا رسالة يحيي فيها للمرحوم زفين بونسوار اول شي ما فيك تعمل فينا هيك بدي اخد مينموم ساعة ونص تحكي عن اميل وندين واربي وفؤاد انت عاطيني بالكاد دي اقف حجاري بقد ما فيني اسرع هيدول انظف عالموا ألز عالم انا متعرف عليهم اربي هي الماما المساليه يعني هي ذو ماما في عطول نوتات بيانو طائرين حواليها وندين مالتي تالنتد واميل كمات وهيدا جو كلهم متشربينه ببيت فني بامتياز ما بيساوم على الفن تبعه انا بتشكر اميل لانو عرفني عم بسرع برحكي انو عرفنا على فؤاد من سن ونص بس اتعرفت عليه وانا كان هيدا حلم يعني ستار من شبابي عم بتعرف عليه وكنت خايف لما عم بلتقي وكان كله وهرا وكان مختلف كليا عن يلي بعرفو انا بالتليفزيون بس من بعد صاري خبرني عم الإكسبرينس ساعته بالمسرح وبالتليفزيون بالموسيقى ونغرمض بها الشخصية مع زقزق العصفير يلي كان كل يوم يختلي بحاله يدخن سيجار ويسمعه هي وعم بتغيب الشامس بس هيك عالم ما بتغيب عنه الشامس ابدا مرسي زغان على هدقيقة اللي عطايتنا ايها مين اطلق لقب الموسيقى على الفنان ملحم بركات ولقب الاسطورة على الفنان الصباح منعرف بعد الفاصل بعد الفاصل تحية الى صانع القاب النجوم جورج ابراهيم الخوري للتواصل مع زفان الخط الساخن 7106111 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة